أعوذ بالله بحثنا في هذه الحلقة في باب جوامع التوحيد من كتاب الكافي الشريف هناك خطب أو كلمات للأئمة عليهم الصلاة والسلام هذه تتضمن مختلف جوانب التوحيد فجمع الكليني رضوان الله تعالى عليه بعض هذه الخطب في هذا الباب باب جوامع التوحيد وهذه الخطب فيها عيون المطالب حول التوحيد من مختلف الزوايا الحديث الأول يتضمن خطبة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وكان أمير المؤمنين حينما يبدأ بخطبه يبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى ثم بالثناء على رسوله ثم يبدأ بالكلام فيما يريد أن يبلغ الناس من مقاصده عليه الصلاة والسلام ولذلك أنت إذا راجعت كتاب نهج البلاغة تجد أن هذه الخطب عادة تبتدأ بحمد الله سبحانه وتعالى وفي كل خطبة تبين زاوية من زوايا التوحيد مما لم تكن مذكورة في خطب أخرى هذه الخطبة خطبها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام التي جعلها الكوليني الحديث الأول في باب جوامع التوحيد حينما أراد أن يستنهض الناس لحرب معاوية في المرة الثانية قبل أن نبدأ بكلام الإمام لأن هذا المقطع موجود في الرواية أن أمير المؤمنين عليه السلام استنهض الناس في حرب معاوية في المرة الثانية فلما حشد الناس قام خطيبا فقال نحن نوضح هذا المقطع بإشارة مختصرة وهي الذكر لبعض المطالب التاريخية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حينما بايعه الناس بعد مقتل عثمان وهذه البيعة الوحيدة التي كانت بيعة جماهيرية من غير إكراح لأحد مثلا في يوم السقيفة كما في كتاب البخاري الصحيح عند العامة يقول عمر بن الخطاب إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقال الله شرها عمر يعبر عن بيعة أبي بكر بأنها فلتة وقال الله شرها فمن عاد لمثلها فاقتلوه هذا النص كلام عمر كما يرويها البخاري لم يكن هناك انتخاب ولا شورى وإنما كان فلتة أشبه بالانقلاب العسكري وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في كلام الله أيضا هذا مروي في نهج البلاغة يقول فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمستشيرون غيبوا وإن كنت بالقربة حججت خصيمهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب يعني إذا أنت استدلالك بأنك من أقرباء النبي فلذلك أنت أولى من الأنصار فعلي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام هو أقرب للنبي هو ابن عم النبي وزوج ابنته وإن كان الأمر بالشورى فكيف بهذا والمشيرون غيبوا كانوا غائبين أهل البيت كانوا غائبين كثير من الأنصار كانوا غائبين كثير من المهاجرين كانوا غائبين فتمت البيع بطريقة الفلتة ثم أكرهوا الناس عليها فهذه بيعة أبي بكر وأما بيعة عمر فكانت بالتعيين هذا أمر من مسلمات التاريخ أن أبا بكر حينما حضرته الوفاة كتب كتاب البيعة لعمر فعين عمر تعيينا وأما عثمان فكان أيضا بتعيين ولكن عبر شورى سداسية حينما طعن عمر عين ستة أشخاص لكي هؤلاء يختاروا الخليفة الحاكم واستثنى جميع المسلمين وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام دخل في هذه الشورى مع علمه بأن النتيجة معدسة لفن بحيث أن يفوز في الانتخاب السداسي عثمان بن عفان لأن عمر عندما عين ستة اختار ثلاثة أحدهم عثمان والآخر عبد الرحمن ابن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير وعلي بن أبي طالب هذه الشورى السداسية كان يعلم بأن عثمان هو يختار نفسه وعبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص أيضا راحوا يختارون عثمان فجعل الترجيح يعني إذا تساوت الكفتان ثلاثة بثلاثة الترجيح لمن يختاره عبد الرحمن ابن أبي عوف فكان من المعلوم أنه يصير ثلاثة بثلاثة وعبد الرحمن ابن أبي عوف هو الذي يرجح الكفة يعني حسب تعبير السياسي في هذا اليوم له صوتان مثلا فأيضا انتخاب عثمان لم يكن بشورى من المسلمين شورى السداسية وأمير المؤمنين مع علمه بأنه سوف لا ينتخب ولا يصل إلى حقه مع ذلك اشترك في هذه الشورى ابطالا لكلام قالوه يوم السقيفة لأنه في يوم السقيفة قالوا لا تجتمع النبوة والإمامة في بطن من قريش يعني بني هاشم لا تجتمع فيهم النبوة والإمامة فأراد أمير المؤمن ابطال هذا الكلام حتى بعد عثمان يتمكن الناس من إيصاله إلى حقه أو أن يتمكن من الوصول إلى حقه فإذن بيعة أبي بكر كانت فلتة بيعة عمر كانت بالتعيين بيعة عثمان كانت بشورى السداسية استثنية منها عامة المسلمين وهي في الواقع أيضا كانت تعيين ولكن بطريقة ملتوية أما حينما قتل عثمان اجتمع الناس المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من الأمصار إلى المدينة فاختاروا علي عليه الصلاة والسلام فهي البيعة الوحيدة التي كانت بالشورى لا لأن سلطته وخلافته عليه السلام تتوقف على هذه البيعة إنما كانت بتعيين من الله سبحانه وتعالى وبلغها الرسول في يوم الغدير لكن المقصود بيان أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان اختيار من الله سبحانه وتعالى وأيضا الناس بايعوه طوعا طبعا كم واحد لم يبايعوا مثل عبد الله ابن عمر أمير المؤمنين لم يجبره على ذلك يعني لم يكره أحدا على أن يبايعه لكن في فترة ملك عثمان بنوا أمية مدوا جذورهم يعني معاوية كان في الشام عشرون عام كان حاكما في الشام والشام مقاطعة رومانية كانت كان فيها جيش نظامي معاوية خلال العشرين عاما الذي كان مسيطر ووالي على الشام صنع جيشا نظاميا طعمه بالعرب الذين هاجروا إلى الشام بعد فتحها وأسس تأسيس كامل وعزل أهل الشام عن بقية الناس حتى لا يسمعوا إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله فحينما بايع الناس أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام تمرد معاوية بدأت فتنة الجمل فذهب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ووعظهم وأرشدهم لكنهم لم يرتدعوا عن غيهم فبدأ القتال وخلال يوم واحد انتهت المعركة بانهزام جيش الجمل ثم بعد ذلك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام تحرك إلى صفين طبعا يعطى مجال كثير لمعاوية حتى أن بعض الأصحاب كانوا يقولون أن معاوية يستغل الفرصة لكي يثبت قواعده أكثر فأكثر لكن أمير المؤمنين كان يريد أن يتم الحجة عسى ولعل أن يهدي الله بعضهم أو أن لا يراق دم من دماء المسلمين لكن استمر معاوية في بغيه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما زيان الإمام عليه السلام حاول الإصلاح فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله فأمير المؤمنين قاتلهم في صفين وما فاءوا لأمر الله بخدعة خدعوا قسم من جيش الإمام فهؤلاء طالبوا بالتحكيم الإمام قال لهم إذا هؤلاء كانوا يريدون تحكيم كتاب الله كان قبل أن تراق هذه الدماء كانوا يقبلون بالتحكيم مو الآن اللي هم على وشك الهزيمة فهذه خدعة إذا هو صادق كان في كلامه يريد أن يحتكم إلى كتاب الله قبل القتال كان يحتكم وأمير المؤمنين قبل القتال أشهر كانت مراسلات بينه وبين معاوية وحينما ذهب إلى صفين تقريبا ثلاثة أشهر لم يكن هناك قتال كانت هناك مراسلات حتى لا ينتهي الأمر إلى القتال لكن لما لم يفد الأمر بدأ القتال في أول صفر وانتهى في الحادي عشر من الصفر تقريبا يمكن معركة صفين كل فترة القتال كان حوالي أقل من أسبوعين طبعا فترة تواجد الجيشين أكثر من ثلاثة أشهر بس فترة القتال كانت فترة أهدعش يوم أو هالحدود من أول صفر وليلة الهرير كانت في ليلة التاسع من شهر صفر واستشهد في تلك الليلة عمار بن ياسر وابن التيهان وذو الشهادتين وأضرابهم من أصحاب أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام فلو كانوا الذين صادقين كانوا من الأول يحتكمون إلى كتاب الله الآن دين هزمون وقت الهزيمة فاحتكامهم إلى كتاب الله الآن هذه خدعة لا يريدون الاحتكام إلى كتاب الله يريدون الفرار من الهزيمة إيقاف هزيمتهم لكن كثير من جيش الإمام هؤلاء لم يكونوا من الصحابة وإنما أسلموا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله ولم يكونوا قد رأوا الرسول ولم يكونوا قد رأوا كثير من الصحابة من مدنهم في اليمن في سائر مناطق الجزيرة العربية كانوا قد هاجروا إلى العراق واجتمعوا هناك وكان ذاك زمان الأولاة الخلفاء الذين سبقوا أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام فلم يكن هؤلاء يعرفون الإمام حق المعرفة وكانت دينهم سطحيا فلذلك تمردوا على الإمام فاضطر الإمام أن يوقف القتال لماذا؟ لأنه صار فتنة داخلية لو الإمام كان يستمر في القتال كان يصير حرب داخلية في صفوف جيش الإمام وهذا كان أسوأ من إيقاف القتال ولعل الإمام كان يقتل في هذه الفتنة الداخلية فلذلك أوقفوا القتال بعد أن أوقفوا القتال قرر يكون تحكيم الإمام اختار عبد الله ابن عباس لأنه كان داهية هؤلاء لم يقبلوا جيش الإمام لم يقبلوا غالبهم وإنما أصروا على أبي موسى العشعري لأن أبا موسى العشعري كان منهم يعني من عشيرتهم وأيضا كان في زمان عمر ويمكن في قسم من زمان عثمان كان واليا على الكوفة فلذلك رغبوا فيه زين صار التحكيم وأمر ابن العاص خدع أبا موسى العشعري والتحكيم لم يصل إلى نتيجة فعزم الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الخروج إلى صفين مرة أخرى طبعا معاوية فيها الفترة استعمل الأساليب السياسية الخبيثة الغرض منه تضعيف ملك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وسلطته فأمير المؤمنين في أخير حياته حشد جيشا أراد أن يخرج إلى معاوية في نهج البلاغة في الخطبة 183 الإمام الإمام عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة ثم نادى بأعلى صوته الجهاد الجهاد عباد الله ألا وإني معسكر في يومي هذا فمن أراد الرواح إلى الله فليخرج قال نوف الراوي وعقد للحسين في عشرة آلاف ولقيس بن الساعد في عشرة آلاف ولأبي أيوب الأنصاري في عشرة آلاف أي 30 ألف ولغيرهم على أعداد أخر يعني أقل من عشرة آلاف وهو يريد الرجعة إلى صفين فما دارت الجمعة حتى ضربه الملعون ابن ملجم لعنه الله فتراجعت العساكر فأمير المؤمنين كان يريد يستنهض أصحابه إن أمير المؤمنين عليه السلام استنهض الناس في حرب معاوية في المرة الثانية فلما حشد الناس قام خطيبا فبدأ بتمجيد الله وتحميده وتنزيه وهذه الخطبة من عيون خطب أمير المؤمنين المتضمنة لعيون مسائل التوحيد فقال الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد الحمد لله لأن الإنسان عندما يبدأ كلامه يبدأ ببسم الله وبحمد الله وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال كل أمر ذيبال لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر وروي أنه قال كل أمر ذيبال لم يبدأ بحمد الله فهو أبتر فالإنسان أي شيء يريد أن يبدأ به يبدأ بحمد الله وبإسم الله الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد الواحد ما لا ثانية له لا يوجد إلهان اثنان إنما هو إله واحد فحينما نقول واحد يعني لا ثانية له الأحد شنو معنى الأحد يعني لا جزء له إحنا أنا يمكن أكون واحد لكن لست أحدا لماذا لأني ذو أجزاء الإنسان مركب من أجزاء رأس ويد ورجل وصار الأعضاء وكل شيء مادي فهو مركب حتى أبسط الأشياء إذا أنت شفت خلية فهي مركبة إذا شفت ذرة هي مركبة من إلكترون بروترون نيوترون والجزء الذي لا جزء له هذا العلم الحديث لحد الآن لم يصل إليه أما الله سبحانه وتعالى فلا جزء له بسيط ليش لأن المركب يحتاج إلى أجزائه والله سبحانه وتعالى منزه عن الحاجة وهذه بحوث قد مرت سابقا فالله واحد لا ثانية له أحد لا جزء له هذا يرتبط بصفات الذات الصمد المتفرد هذا الوصفان يرتبطان بنسبة الله سبحانه وتعالى إلى خلقه الله صمد الصمد يعني شنو يعني السيد المقصود إليه في الحوائج أي الغني الله هو الغني الجميع يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى وهو غني عنهم هذا هو الصمد هذه نسبة يعني نسبة الخلق إلى الله أن الخلق يفتقرون ويحتاجون إلى الله في كل شيء والله سبحانه وتعالى غني عنهم في كل شيء أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني حميد المتفرد يعني المتفرد في التدبير في الربوبية لا يوجد هناك رب آخر الرب الذي يدبر أمر هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى لا يوجد خالق آخر إذا هناك ملائكة يدبرون فإنما هو بأمر من الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى أمرهم وأقدرهم وأعلمهم فلذلك يدبرون الأمور بإذن الله وبقدرة أعطاها الله إياهم فالمدبر الحقيقي هو الله هؤلاء واسطة في تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى وكذلك الأنبياء والأم عليهم الصلاة والسلام إذا لهم الولاية التكوينية فإنما هذه الولاية التكوينية بإذن الله إذا عيسى يحيي الموتى هذه بإذن الله سبحانه وتعالى إذا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يدبر مجموعة من الأمور فهذه بإذن الله سبحانه وتعالى ومن زعم أن الأنبياء أو الأئمة يدبرون أمر الكون بالاستقلال فهذا غلو وكفر مخرج عن الملة فالله متفرد هذا أيضا نسبته إلى خلقه يعني الخلق التدبير خاص بالله سبحانه وتعالى الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان الله ليس بحادث الله قديم نحن قد ذكرنا في حلقات ماضية الآن بشكل مختصر نكرر ما ذكرناه لأن بعض من يشاهد هذه الحلقة لم يكن قد شاهد الحلقات الماضية هل الكون بحاجة إلى شيء قديم الجواب نعم هذا أمر بديهي حتى الماديون أنفسهم هؤلاء في البداية كانوا يقولون بأن العالم وجد صدفة لكن هذا خلاف بديهة العقل أن يوجد شيء لم يكن موجودا من غير علّة يعني بديهة العقل تقتضي أنه يستحيل أن يوجد شيء لم يكن ووجوده بدون علّة فلذا الماديون الجدد توصلوا إلى هذه النتيجة أن المادة قديمة فإذن هناك اتفاق بين المؤمنين الربانيين وبين الماديين لأن هذا أمر عقلي لا مجال للنقاش فيه لأنه بديهي واضح البداية أنه لابد أن يكون هناك شيء قديم يعني شيء يكون دائما موجودا من الأزل ولم يسبقه عدم بحيث أنه لم يكن موجود ثم كان هذا شيء مستحيل لأن نحن نرى الآن هذا الكون نعيش فيه هذا الشيء القديم ما هو الإلهيون يقولون هو الله الله سبحانه وتعالى قديم أزلي لم يسبقه عدم بمعنى أنه لم يكن ثم كان هذا باطل هذا هو القديم الماديون الجدود يقولون المادة هي قديمة يعني هذا الكون كله بسه بأي تفاعلات الآن في العلم الحديث الآن دا يبحثون أنه الذرة الأصلية التي بنفجارها تشكلت هذه السماوات والأرض يقولون هذه الذرة قديمة زين هنا يجيو إشكال عاصل وجود شيء قديم مسلم بين الماديين الجدد والإلهيين لاستحالة وجود شيء من العدم بدون علة فلابد أن يكون شيء هناك قديم زين إذا المادة هذه قديمة هكذا يقولون الفرضية التي الآن يطرحوها في هذه الأيام أنه المادة كانت بشكل ذرة ذرة واحدة هذه الذرة قديمة يقولون فانفجرت من انفجارها تشكلت تشكلت السماوات والأرض هنا يصلون إلى مشكلة يقعون في مشكلة إذا هذه المادة قديمة لماذا انفجارها حدث قبل 14 مليار سنة حسب ما يزعمون لماذا من قبل لم يحدث ولماذا أصلا هذا الانفجار حدث هذا أمر بديهي أن القديم يستحيل عليه التغير هذه المادة إذا هي قديمة وأزلية المفروض أن لا تنفجر أبدا شنو اللي سبب أن يحدث فيها الانفجار إذا تقول تفاعلات في ذاتها وداخلها نقول هذه أزلية إذا هذه التفاعلات كانت موجودة لازم الانفجار يكون قبل هذا التاريخ أصلا إذا تقول لا لم يكن هناك تفاعل ثم صار هذا التفاعل إشلون صار هذا التفاعل من اللي أوجد هذا التفاعل في داخلها إلى أن انفجرت لذلك الآن يبحثون أنه مثلا يقولون شيء هو من فعل الله الماديين الذين لا يعتقدون بالله الآن محتارين لحد الآن العلماء الطبيعة الذين هم إلهيون يقولون هذا بإرادة من الله سبحانه وتعالى إذا هذه المادة هي قديمة المفروض أن لا تتغير وإذا تغيرت لازم يكون هناك مغير قد غير شو من ذلك المغير يصلون إلى حلقة مفقودة أما الإلهيون في غنى عن هذه البحوث يقولون أن الله سبحانه وتعالى هو القديم والله لا يتغير لأنه الكمال المطلق لأن التغير شنو هو إما يتغير من كمال إلى نقص أو من نقص إلى كمال ونقول الله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق ولا يتغير من كمال إلى نقص فلا تغير في ذات الله سبحانه وتعالى إذن نرجع إلى كلام أمير المؤمنين طبعا هذا الذي شرحناه سابقا مفصل قد ذكرناه الذي لا من شيء كان يعني الله سبحانه وتعالى ليس هكذا بأنه لم يكن ثم كان أو هناك مادة تسبق وجوده ثم تلك المادة تحولت إليه كلا هذا مستحيل أما نحن من شيء كنا الله سبحانه وتعالى خلق الماء وكان عرشه على الماء خلق الماء ثم من هذا الماء اللي هو المادة الأساسية للخلق خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الإنسان أيضا وسائر الموجودات الذي لا من شيء كان يعني وجوده ليس من مادة تسبقه بل هو القديم ولا من شيء خلق ما كان الموجودات التي خلقها هذه ليست قديمة بأن تكون مع الله سبحانه وتعالى لا كان الله ولم يكن معه شيء ثم لما أراد أن يخلق الخلق خلق المادة الأولية التي هي الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي ذلك الماء الذي وكان عرشه على الماء الله خلق الماء في الخطبة الأولى من نهج البلاغة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يبين تفصيل مراحل الخلق الله خلق الماء ثم من الماء خلق الهواء ثم سلط الهواء على الماء من فوق الماء ومن تحت الماء وهذا الهواء حرك الماء إلى أن حصل زبد فقاعات يعني زبد فوق الماء من ذلك الزبد خلق السماوات والأرض هذه الخطبة الأولى من نهج البلاغة بعدين راجعوها تفصيل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ببيان بلاغي وتصوير جميل جدا يبين تلك المرحلة من مراحل الخلق ولا من شيء خلق ما كان إذا من صفات الله سبحانه وتعالى البديع الإنسان اختراعاته كلها تقليد يعني الإنسان رأى الطيور وقلد الطيور في اختراع الطائرة رأى مثلا بعض الحشرات قلدها فاخترع الهليكوبتر المروحية رأى شيئا خلق مثله وهكذا ولحد الآن غالب الاختراعات أو كل الاختراعات هي في الأساس تقليد للمخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى والآن كثير من المخترعين يدققون في الموجودات ويحاولون أنه يقلدوها في الأجهزة التي يخترعونها أما الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض يعني خلق الأشياء لا عن مثال سابق وإنما بعلمه وقدرته أوجد هذه الأشياء من غير أن يكون تقليد لشيء أو تقليد لوجود آخر ولا من شيء خلق ما كان هذا المقطع الأول من هذه الخطبة المباركة وأما سائر مقاطع هذه الخطبة فإن شاء الله سنبينها في الحلقات القادمة وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر